موسيقى حزب الحرية اليمينية يفوز بستة مقاعد في برلمان الاتحاد الاوروبي فيضانات عديدة تشل الحركة في النمسا وتسجل ضحايا وزيرة الدفاع الغرب تجاوز الخطة الاحمر في مساعدة اوكرانيا نجاة ركاب طائرة نمساوية بعد هبوط اضطراري بسبب عاصفة حزب الحرية سيحصل على 4.3 مليون يورو بعد تصدره الانتخابات نمسامي مخمور يقتل والدته بعد شجار بينهم في تيرول مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم فاز حزب الحرية اليميني بستة مقاعد في انتخابات البرلمان الاوروبي في النمسا بحصوله على نحو 26% من الاصوات بلغ عدد الناخبين المسجلين اكثر من 6 ملايين وشارك ما يصل الى 3.5 مليون ناخبا بنسبة مشاركة بلغت 54.1% وكان من بين الاصوات اكثر من 58 الف صوتا باطلا وتصدر حزب الحرية النتائج بنسبة 25.7% تلاه حزب الشعب بنسبة 24.7% ثم الحزب الاشتراكي بنسبة 23.2% يليه الخضر بنسبة 10.7% ونيوز بنسبة 9.9% في حين وصفت منظمة الامن والتعاون في اوروبا الانتخابات بانها تنافسية عادلة تعرضت بلدة دويتش فيستريتز في كارنتن لفيضانات جراء الامطار الغزيرة مما تسبب في جرف المركبات واضرار جسيمة في المنازل مع تعطل حركة الطرق وصرح مسؤول في البلدية ان بعض السائقين عالقوا داخل سياراتهم وتم انقاذهم اظهرت لقطات مصورة اشخاصا فوق سياراتهم بعد الفيضانات بين المنازل وحثت السلطات السكانة على البقاء في منازلهم بسبب الاحوال الجوية القاسية وفي سياق متصل اكدت فرق الانقاذ استمرار عمليات البحث عن رجل يبلغ من العمر 77 عاما في بورغنلاند والذي فقد في العاصفة بينما كان في طريقه للتصويت في الانتخابات الاوروبية اكدت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر ان الدول الغربية تخطط الخطة الاحمر بالسماح لاوكرانيا بشن هجمات على اهداف في الاراضي الروسية باستخدام اسلحة تم توريدها واشدت تانر بالتوضيح الذي قدمه الامين العام لحلف شمال الاطلسي يانس تونتبرغ حيث اكد ان الناتو لن يرسل قوات الى اوكرانيا واردت تانر على تصريحات صحفية تطرح مسألة او مسألة قدرة اوكرانيا على حماية خاركوف بشكل كاف من القصف الروسي مؤكدة ان بوسع النمسا كدولة محايدة عسكريا ان تتخذ الحيادة في هذا الصدد واكد ستونتبرغ ان حلف الناتو ليس لديه خطط لنشر قوات عسكرية على الاراضي الاوكرانية تعرضت طائرة من طراز ايربوس ا320 تابعة للخطوط الجوية النمساوية لعاصفة من البرد قبيل هبوطها في مطار فيينا الدولية مما تسبب في اضرار جسيمة لها واكدت الشركة ان الطائرة دخلت في خلية عاصفة رعدية اقال تاقم قمرة القيادة انها كانت غير مرئية على رادار الطقس وهبطت الطائرة بسلام في مطار فيينا ولم يصب الركاب باذى بعد ارسال نداء استغاثة واشار خبراء الطيران الى جاهزية الطاقم وتدريبهم المكثف على التعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة حيث لعب الطيار الالي دورا هاما اثناء الهبوط شلب تصدر حزب الحرية النمساوي انتخابات الاتحاد الاوروبي على مستوى البلاد تمويلا له يقدر ب4.3 مليون يورو كدعم مالية وبحسب التقارير فانه من المتوقع يحصل الحزب على مبلغ يصل الى 4.3 مليون يورو كدعم مالي مما يمثل تحدي كبير لمنافسيه السياسيين ويحصل حزب الشعب والحزب الاشتراكي على دعم مالي يقدر ب4.2 مليون يورو و3.9 مليون يورو على التوالي وتحصل الاحزاب مجتمعة على دعم خاص بقيمة 2.5 يورو لكل ناخب مؤهل باجمال 15.9 مليون يورو هذت جريمة قتلا صادمة سكان تيرول بعد ان قام نمساوي يبلغ من العمر 42 عاما بقتل والدته البالغة من العمر 69 عاما تشير الدلائل الى وقوع شجار بين الام وابنها قبل وقوع الجريمة وتم العثور على الجثة في شقتهما المشتركة وتم القبض على الابن في مكان الحادث وهو ثمل للغاية فيما ينكر المشتبه به اي صلة له بالجريمة في بيان صادرا عن الشرطة لم تحدد الشرطة الدافعة وراء الجريمة حيث اظهرت عملية التشريح ان سبب الوفاة هو رضوض قوية على الرأس والعنق كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لا تنسوا تحميل تطبيق انفو جرات على هواتفكم كنت معكم انا قتيب اللحام امسيا سعيدة والى اللقاء اشتركوا في القناة